دعنا أن نبدأ من اليمن اليمن على سبيل المثال هناك الحوثيين موجودين وهي عبارة عن نقطة مهمة تتمثل في المياه الأقليمية الدولية هي الملاحة التجارية الرابطة بين آسيا ومروراً عبر شرق الأوسط ومروراً حتى لأوروبا فهذه المنطقة الموجودة من الصعب جداً أنه غلقت مذيق باب المندب والضربات الموجودة من قبل اليمنين والحوثيين هناك أيضاً لديهم بنك من الأهداف هم يستهدفون من يتعامل مع الكيان الصهيوني ويقدم له الدعم فنشاهد بأغلب المناسبات والأحداث وذلك ضربات ليست على مستوى ناقلة كذا شيء منه تابع للكيان الصهيوني إسرائيل لا في بنك الأهداف الحوثيين بريطانيا أميركا ومن يتحالف ومن يقدم الدعم للكيان الصهيوني فغلق مذيق باب المندب تعتبر هي نقطة استراتيجية مهمة ومثل ما شاهدنا وفي بداية حديثة تكلمت بعد جمع المعلومات والقراءة تحليلياً وتفصيلياً تبين أنه المنفذ الوحيد للتجارة والاقتصاد حالياً للكيان الصهيوني هو عبر تركيا فقط حركة الاقتصاد داخل الكيان الصهيوني تمر بأزمة تفكك من الداخل هذا الجانب اليمني من المحور غزة غزة شيء لا أحد لم يتطرق له منذ عام أو أكثر منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى هناك حرب تريد إسرائيل الكيان الصهيوني تغيير خارطة العالم تغيير خارطة الشرق الأوسط اقتصادياً وتجارياً وهذا واضح من خلال الكلمة التي ألقاها في جمعية العمومين الممتحدة غير بن يامينة النياهو غير خارطة الشرق الأوسط لما أوصف محور الخير من هما ومحور الشر من هما كانت هناك مدلولات عينه على غزة يضرب في غزة وعينه على البصرة بناء الفاول كبير يريد أن يستهدف طريق الحرير يريد أن يستهدف أن يغير الملاحة التجارية عبر إن شاء الله في سنوات القادمة طريق التنمية الستراتيجي المهم الذي يربط آسيا بأوروبا من خلال العراق يريد أن يغير طريق الملاحة التجارية عبر البحر الأحمر ومروراً بساحة الغزة لمن لا يعلم غزة تطفو على بحر من الثروات بحر من الغاز وساحة الغزة المطلع على البحر الأبيض المتوسط يعتبر منفذ بحري مهم وهذا الشيء تبعات آلة الحرب والعدوان من قبل إسرائيل على غزة خصوصاً له تبعات والنقطة الرئيسية والجوهرية والمفصلية عينهم على ساحة الغزة